مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم وبنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو بعنوان الرب إلهنا رب واحد وهو يتناول عقيدة الثلوس من منظور الكتاب المقدس من هو الله؟ وما هي طبيعته؟ وكيف لنا نحن المخلوقين بفكر محدود وبإدراك محدود أن ندرك الغير المحدود؟ كيف لنا أن نعرف عن الله؟ وكيف لنا أن نعرف عن طبيعة الله؟ وما هي طبيعة الله الداخلية؟ نعم هو إله واحد ولا يوجد غيره ولا يوجد آخر سواه لكن لكن ماذا فعلا نعرف عن الله؟ وهنا يأتي الإيمان المسيحي بإمتياز لكي يتحدث عن شخص الرب ونعرف عنه وعن طبيعته وعن أنه كيف أن الله واحد وكيف أن هذه الوحدانية هي ليست وحدانية بسيطة لكنها وحدانية جامعة؟ يأتي السؤال دايما من إن نعرف عن ربنا؟ كيف يعلن الكتاب المقدس عن الله؟ نحن نؤمن أن الكتاب المؤدس هو كلمة الله كل الكتاب موحى به من الله ونؤمن أيضا أنه كتبه أناس الله القدسون مسوقين من الروح القدس ونعلن أن الله قد أعلن عن نفسه على صفحات الكتاب المقدس فلا توجد صفحة من صفحات الكتاب المقدس إلا وتحتوي عن إعلان عن مين هو شخص الله وعشان أبسط الموضوع نعرف أو الكتاب المؤدس يعلن عن الله من خلال عدة طرق أول حاجة الكتاب المؤدس يكلمني عن أعماله فأعماله تعلن من هو وعشان كتاب المقدس بيبدأ بقول في البد خلق الله السماوات والأرض كلمني عن الإله الخالق لكن مش بس بيكلمني عن الإله الخالق لكن بيكلمني أيضا عن إله الذي أوجد الإنسان ورعاه الإله الذي يدين الخطية الإله الذي يدعو شعبا له الإله الذي يفدي ويخلص كل هذه أعمال الله العظيمة كويس؟ أعماله وأوصافه وصفاته يعلم لي الكتاب المؤدس أن الله قدوس محب بار صالح كل هذه الصفات فهذه الصفات اللي احنا نسميها ده attributes of God كلها بتعلن لنا مين هو الله لكن كمان الكتاب المؤدس بيكلمني عن طبيعة الله وده اللي احنا نتكلم عنه النهاردة طبيعة الله his inner life إيه هي طبيعته جوهره ما نيجي إلى أعمال الله بنجد الخلق زي ما ذكرت بجد أيضا المعجزات الله صانع المعجزات هذه المعجزات كلها اللي موجودة على صفحات الكتاب المؤدس ليس الغرض منها entertain us إنه تسليتنا لكن الغرض منها هي إعلان من هو الله الله الذي يستطيع أن يشفي الله الذي يستطيع أن يقيم الله الذي يستطيع أن يشق البحر ويجعل شعبه يعبر في اليابسة الله الذي يستطيع أن يشبع شعبه ليلة نهارا الله الذي يستطيع أن يشفي الأعمى والأعرج والإله الذي يستطيع أن يشبع كل هذه المعجزات ما هي إلا إعلان عن طبيعة الله كمان أعماله العناية حتى طيور السماء حتى زنابك الحقل يعتني بها وكمان المقاصد الأزلية أن الله له خطة وله مقادس مقاصد أزلية يحققها ده اللي بيعلنه لي كتان مؤدس من خلاله بقدر لما بفتح كتان مؤدس بقدر أعرف وادرس مين هو الله ما عنديش في الكتان مؤدس كده فصل كامل طبيعة الله كويس؟ ما عنديش فصل كامل عن صفات الله لكن على مدار السنين إعلانات الله عن نفسه ومن خلال الأنبياء والرسل ومن خلال أيضا تدخله في التاريخ ومن خلال أيضا إعلاناته لشعبه أنا بقدر أعرف عن الله وكل العقائد المسيحية هي عقائد بتنبع من دراستنا عن مين هو الله يعني لما أجي أكلم عن الخلق بلاقي أنه في ذكر السفر التكوين في أيضا مزامير في العهد الجديد أن الله خلق بجمع ده كله وبقدر أعرف عن عقيدة الخلق عن لهوت المسيح نفس الأشياء عن مجيء المسيح الثاني عن صفات الله عن سلطان الله كل هذه بعرفها من خلال مش نص واحد لكن على صفحات الكتاب المؤدس كلها بقدر أستقي وأعرف العقيدة المسيحية عن شخص الرب طيب الرب إلهنا رب واحد هناك ادعاءات كثيرة باطلة وهذه الإدعاءات ما هي إلا محاولة لتشويه الإيمان المسيحي هذه المحاولات الباطلة لم تبنى على فهم حقيقي لكلمة الله زي ما القرآن بنى فهمه الخاطئ عن الإيمان المسيحي بالله الواحد والثلوس على بدع كانت موجودة ولم يفهم كاتب القرآن الإيمان المسيحي المسيحي على حقيقته كويس كذلك أيضا كثيرون اليوم يحاولون تشويه الإيمان المسيحي ليس عن دراسة وعن فهم لكن عن أقولي فكر مجتمعي فكر مجتمعي موجود عن الإيمان المسيح فالبعض يقول إنه المسيحيين ينادونا بثلاثة أليه خلينا نشوف الفيديو الأولاني ونرجع نعلق عليه مع حضراتكم العقيدة النصرانية تقول لنا فيما يتعلق بالتفتيث هناك إله آب أو أب فاضر كامل الألوهية متميز عن بقية الآلهة طب نقف هنا هناك إله الإبن متميز عن بقية الآلهة هو دلوقتي الفكرة اللي أقدمها هنا بكل بساطة لأي واحد بيسمع الفيديو ده أن هناك مجموعة من الآلهة كويس وهذا الإله هو الأب وهو متميز عن بقية الآلهة فكأن الإيمان المسيحي ينادي بتعدد الآلهة كأن الإيمان المسيحي محوره هو التعدد في الآلهة وهذا طبعا عكس الإيمان المسيحي 180 درجة لكن هو بيحاول يشرح الثلوس وفي نفس الوقت بيقدم الفكر الغلط عن الإيمان المسيحي لكننا نكمل الفيديو بقية الآلهة هناك إله ابن مخلوق أو مولود غير مخلوق هذه عبارة لا معنى لها في اللغة نقف هنا حضرتك العبارة دي لا معنى لها في اللغة لأنك ما درستهاش لأنك ما بزلتش مجهود أنك تعرفها هذه العبارة تتحدث عن الإبن وعن التجسد لما بيكلم أنه مولود غير مخلوق بمعنى أنه دخل إلى العالم في لحظة من لحظات التاريخ من خلال التجسد لكنه ليس مخلوق لأن كل من خلق له بداية لكن تجسده لم يكن هو بدايته هو بداية التجسد لكن ليست بداية الإبن فالإبن موجود منذ الأزل الله بكلمته موجود منذ الأزل فحضرتك أنت اللي مش فاهم بس يعني بتقول إنك عبارة ليس لها معنى لأنك ما فهمتهاش لو حضرتك بس ترجع للعبارة دي أصلها إيه هتعرف إنها بتقول لنا أن الرب يسوع له كل المجد مولود ولد من امرأة لكن هذه الولادة الجسدية أو هذا التجسد الإلهي ودخوله إلى العالم لم يكن هو بداية للمسيح لأن المسيح غير مخلوق أنا وإنت مخلوقين لنا بداية لنا تاريخ ميلاد ولنا تاريخ وفاة أطل الله في عمرك يعني لكن المسيح تجسده ليس هو بدايته ده هو قديم الأيام مخارجه منذ الأزل قبل أن يكون إبراهيم هو كائن دي اللي بتقدمه العبارة تكمل مع بعض كثير من العبارات اللاهوتية النصراني لا معنى لها في اللغة كيف يكون مولود غير مخلوق إذا كان مولود فله بداية فكيف يكون غير مخلوق بعيدا عن ذلك الإبن الإبن إله كامل له ذاتيته هناك إله ثالث نزل على المسيح في شكل حمامة له ذاتيته الخاص إله كامل إله متفرد بنفسه إذن هناك إله آب يفكر بنفسه يفعل بنفسه له وظائف خاصة هناك إله ابن له ذاتيته الخاص له كماله الخاص هناك إله ثالث هو الروح القدس إله نزل على المسيح طبعا ده المفهوم الخاطئ الشعبي الإسلامي عن الإيمان بإثالوس مش بس أنه حضرتك يعني مش فاهم العبارات المسيحية اللهوتية لكن كمان حضرتك بتقدم سورة خاطئة عن إثالوس البعض الآخر راح إلى بعد آخر قالك لا 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 إثالوس دون أساسا فكرة قديمة هناك ثالوس وثني والمسيحية اقتبست هذا الثالوس الوثني كويس وناديت به تشوف الفيديو التاني وهو يعني بيت حفنة بهذه الأفكار إلى أن عقيدة التثليث كانت موجودة قبل أن يقول بها النصارى كانوا يقولون بمفهوم التثليث مثل المصريين القدماء كان لديهم معتقدات تثليثية وطبعا كان التثليث عند المصريين له أشكال كثيرة ومتعددة وهو التثليث المتكون من ثلاثة أقانيم ينظر لي الإله اللي هو أزوريس والأقنوم الثاني اللي هو هورس والأقنوم اللي هو الثالث اللي هو إيزيس طبعا استورة إيزيس وأزوريس وحورس ليس لها أي علاقة بإثالوس المسيحي ولا تمت له بصلة ولا يمكن لأي دارس حقيقي أنه حتى يقرب الاثنين لبعض وأحسن طريقة لكشف أن هذه الأساطير ليست لها علاقة بالإيمان المسيحي هو أن حضرتك تقرأ تفاصيلها تقرأ تفاصيل إيزيس وأزوريس وحورس وإيه اللي حصل بينهم وتشوف هذه الأسطورة ومكوناتها قبل ما تيجي تتهم المسيحية بأنها اقتبست من الثالوس المصري القديم ومن الأسطورة المصرية القديمة وحل لمكان إيزيس وأزوريس وحورس حل لمكانهم الآب والابن والروح الكدس ده اللي هو بيقوله لنا طبعا ده ده مجرد تشويه للإيمان المسيحي دون فهم حقيقي للإيمان المسيحي الرب إلهنا رب واحد نقطة الانطلاق في إيماننا المسيحي هي أنه يوجد رب واحد وما بيكلمش هنا عن نوعه الوحدانية بيكلم أنه واحد ما فيه زيه ولا يوجد مثله ولا يوجد بجانبه إله آخر ده كل تعليم العهد القديم والعهد الجديد بعض الآيات تسنية ستة وعدد أربعة الشماع اللي معروفها بتاعة إسرائيل اسمع يا إسرائيل شماع يا إسرائيل أدوناي إلهينه أدوناي أخات كل الهدف منها اسمع يا إسرائيل الرب وإلهنا رب واحد الرب وإلهنا هو الرب الواحد يعني ما فيه غيره في الكون ما فيه زيه في الكون ولأنه هو الإله الواحد أنت مطلوب منك أنك تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن قدرتك ومن كده انظروا الآن أنا أنا هو وليس إله معي هنا مش بيكلمني عن نوع وحدانيته مش بيكلمني عن طبيعة داخلية لله هنا بيكلمني عن حقيقة مهمة جدا في العاد القديم وهو أنه لا يوجد إله آخر مع الله أنا أميت وأحيي صحقت وإني أشفي وليس من يدي مخلص نروح لأشعي 44 هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري ومن مثلي ينادى فليخبر به ويعرض لي منذ وضعت الشعب القديم والمستقبلات وما سيأت اللي يخبرو بها لا ترتعب ولا ترتع أما أعلمتك منذ القديم وأخبرتك فأنتم شهودي هل يوجد إله غيري ولا صخرة لا أعلم بها يعني كل الهدف في العهد القديم أنه لا يوجد إله إلا إله واحد أخذ واحد ضد فكرة تعدد الأليحة ضد ما يؤمن به الأمم الوثنية سواء المصريين أو الحثيين أو الكنعانيين أو البابليين أو كل الشعوب اللي كانت موجودة وتحيط إسرائيل من كل جانب إسرائيل إسرائيل يؤمن بإله واحد كويس فهو هذا الإله الواحد هذا الإله الواحد هو الإله الحقيقي هو الإله الذي خلق الكون هو الإله الذي فاد إسرائيل هو الإله الذي أيضا يسود ويسيطر على كل أحداث ومجريات التاريخ يجي هنا أخبره وقدمه وليتشاور معا من أعلم بهذه منذ القديم أخبر بيها منذ زمان أليس أنا الرب ولا إله غيري لا يمكن لك آلهة أخرى أمامي ليه لأنه يوجد إله واحد حقيقي الإله الواحد كل هذه الآيات وغيرها بتتكلم عن أنه يوجد إله واحد لكن لا تتحدث إلى الآن عن طبيعة هذا الإله وعن نوع وحدنيته يقول ليس سوى التفتوا إلي واخلصوا يا جميع عقاس الأرض لأن أنا الله وليس إيه وليس آخر أنا الله وليس آخر آيات أخرى كثيرة أيضا أشعاء 45 أنا الرب وليس آخر لا إله سوى ليس غيري أنا الرب وليس آخر هذه الآيات مهمة جدا لأنها بتأكد لنا والرب بيأكد من خلالها لشعبه أنه لا يوجد إله بجانب الرب أنت أنت هو الرب وحدك كويس قو مبارك الرب إلهنا منذ الأزل وللأبد وليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيح أنت هو الرب وحدك أنت صنعة السماوات وسماء السماوات وكل جندها والأرض وكل ما عليها والبحر وكل ما فيها وأنت تحييها كلها جند السماء لك يسجد الإله الواحد وحدانية الله مهمة جدا ليه أنه لا يوجد إله آخر معه لأن وحدانية الله مرتبطة بربوياته بأنه رب سيد فهو الرب الوحيد الخالق والمتحكم في كل الأشياء ولأنه الوحيد الخالق والمتحكم في كل الأشياء فهو وحده الذي يستحق أن يكون رب وسيد على كل البشر وعلى كل الخلق ودي الحقيقة اللي بيعليناها هنا تسنية أربعة فعلم اليوم وردت في قلبك أن الرب هو الإله في السماء من فوق وعلى الأرض من أسفل ليس سواه طبعا اللي يدرس فينا الخلفيات العهد الأديم وليدرس فينا الشعوب الوثنية أو اللي يدرس فينا المصريات إيجيبتولوجي ويعلم جيدا أن هناك إله لكل شيء هناك إله للخصوبة هناك إله للمرض هناك إله للموت هناك إله لما الواحد يضل في الطريق هناك إله للسفر كل أنواع الألهة موجودة وكل صلاة توجه لإله وكل احتياج له إله أما إسرائيل فله إله واحد في السماء وعلى الأرض من أسفل ولا يوجد غيره ولا سواء طيب أخذ مداخلة الأخ جورج من سوريا وأرجع أكمل مع حضرتكم ألو مساء الخير مساء النور أهلا بك أخي جورج في فرع بالفيزياء اسمه الفيزياء الكومومية هذا الفرع أصير على الفهم حتى لبعض المختصين بالفيزياء بعض الأخوة المسلمين والملحدين أيضا يربطون الله الخالق برقم واحد مع أنه هو خالق هذا العلم الكومومي المعقد جدا يرمزه برقم واحد فبالتالي واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة فنحن يقولون لنا أنتم تخالفون أبسط أن قواعد الرياضيات تخللون أن واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد الحقيقة إن كان هناك رقم في الرياضيات يستحق أن نربطه بالله فهو لا نهاية فلا نهاية زائد لا نهاية زائد لا نهاية تساوي لا نهاية لا نهاية ضرب لا نهاية ضرب لا نهاية تساوي لا نهاية والنهاية هي مجموعة أرقام لا متناهية وتشكل منها هذا الرقم فالربط الخالق ربطه بالرقم واحد يعني أعتقد أنه موضوع سخيف واحد يعني الوحدانية البسيطة الزائدة عن الحد ده صح شكرا يا أخي يا جورج شكرا شكرا ربي باركك وعشان كده التأكيد في الكتال المؤدس في الآيات اللي أنا قلتها هي على أنه لا يوجد معه سوى شخص آخر لا يوجد معه شخص آخر لا يوجد معه زوجة برضو إلهة زي الأوثان والعبدات الوثانية ولا يوجد له أبناء ونسل ولا يوجد له شركاء هو واحد لسا نتكلم عن طبيعة هذه الوحدانية لكن هو واحد شوفوا كمان هنا يقول في نحام يقوم مبارك الرب إلهكم من الأزل وللأبد وليتبارك اسم جلالك المتعالي على كل بركة وتسبيع أنت هو الرب وحدك أنت صنعت سماوات وسماء السماوات ولأنه هو الرب وحده فهو مستحق العبادة والسجود كمان الشعياء 44 هكذا كل رب ملك إسرائيل وفدي رب الجنود أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غير بش وحد زي هل يوجد إله غير ولا صخرة لا أعلم بها كل هذه الحقائق مهمة جدا جدا طيب نيجل السؤال هل هل العهد الجديد أيضا أكد على هذه الحقيقة ولا بس العهد القديم العهد الجديد هو إنعكاس وتأكيد لوحدانية الله اللي أعلنت في العهد القديم مثلا يقولينا الرب يسوع هنا الرب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد هو واحد وحده يقول أيضا في رميا لأن الله واحد هو الذي يبرر الختان بالإيمان والغرلة بالإيمان هو الله واحد لا يوجد إله لأنه يوجد إله واحد تموساوس التانية تموساوس الأولى اثنين سوري وأصحاح خمسة لأنه يوجد إله واحد فالله الواحد هذا الإله الواحد هو كائن شخص روحي الله روح غير مكون من أجزاء المادة يكون من أجزاء لكن الله روح لا يكون من أجزاء فالله وحدانيته أو طبيعة الوحدانية بتاعته ليست وحدانية يعني متكونة من أجزاء لكن الله روح روح واحد أي أن وحدانيته ليست وحدانية مركبة فالجزء أقل قيمة من الكل وهذا ليس فالله يعني أنا جسدي أو كشخص أنا مكون من أعضاء اليد الوحدها في حد داتها مهمة لكنها أقل قيمة من كل الجسد هي مهمة في الجسد لكنها جزء من الجسد ليس هكذا فالله الله غير مركب من أجزاء فما فيش جزء فالله اسمه القاب وما فيش جزء فالله اسمه الابن وما فيش جزء فالله اسمه الروح القدس وعيس لماذا لا يوجد أجزاء وأعضاء فالله لأنه لا يمكن أن يكون فالله أجزاء أقل قيمة من ذاته لا يمكن أن ينفصل جزء منه أو لا يوجد الإنسان المكون من أعضاء ممكن يعيش بدون بعض الأعضاء ممكن يشيله كلا ممكن إيده وتتقطع ممكن عينه تضيع لكن فالله لا يمكن أن ينفصل جزء منه أو لا يوجد الله روح شخص غير مادي صفات الله ليست أجزاء فيه صفاته ليست أجزاء فيه هي صفات أبدية فالله لا يكون الله بدون صفاته يعني الله محبة هل المحبة فالله هي مجرد جزء من الله لا لا المحبة هي صفة أبدية في طبيعة الله منذ الأزل بدون صفاته ولأن صفاته أبدية فهي لم ولن تتغير ولا يمكن أن يضاف إليه صفات جديدة يعني ما ندرش نقول أن الله بعد مثلا الفين سنة ستضاف إلى صفة أخرى لأنه احتاج إلى صفة أخرى لا يمكن أن تضاف إلى الله صفات ولا يمكن أن تحذف منه صفات هو كامل في صفاته وصفاته هي أبدية طيب أجي إلى سؤال آخر وهو هل العهد القديم ممكن يدين بعض الدلالات عن طبيعة الله الواحد مش أكلم ليس عن الثلوس لا لا أكلم عن سؤال مهم جدا هل العهد القديم ممكن يقدم لي بعض الدلالات على الطبيعة الداخلية بتاعة الله هو الله روح والله واحد ما فيه زيه وما فيه معا حد لكن هل هل هذه الوحدانية أو هذه الطبيعة ممكن أجد لها بعض الدلالات والإشارات في كلام العهد القديم عن شخص الله أنا بقول نعم أبدأ بالإلهيم لفظ الجلالة الله إلهيم اللي بترجم بالعربي الله إنه هو بالعبري إلهيم اسم إلهيم هو اسم جمعة مذكر ينتهي بعلامة الجمعة في اللغة العبرية وهي إيم فهو بصيغة الجمعة هو ليه اسم ربنا هنا أتى بصيغة الجمعة هل هناك في العبري حاجة اسمها لغة التعظيم إن واحد لما يكلم عن نفس يقول نحن نحن أعتقد علماء اللغة العبري بيقول لنا إنه ده مش موجود في العبري ولا نجد له دلالة في النص العبري فلغة التعظيم مش موجودة لكن ربنا هنا في بداية الأصحاحات كلم عن نفسه وأعلن عن نفسه كإله خالق وأنه إلهيم برشيد برا إلهيم في البدء خلق إلهيم لكن كمان هذا الإسم الجليل نجده في أول آية في الكتاب المعدس في البدء خلق إلهيم مع أن استخدام سيغة الجمعة هذه لا تثبت عقيدة الثلوس إلا أنها تؤكد حقيقة الوحدنية الجامعة في شخص الله هتقول لي إزاي أقول لك أصبر علي بس ونشوف آيات أخرى في الكتاب معدس استخدام سيغة الجمعة كان دايما بيأتي معها الفعل في سيغة المفرد يعني المفروض في البدء خلق إلهيم لو هي بالجمع كان يجي سيغة الفعل خلق يبقى خلقه لكن دايما يجي الفعل بسيغة المفرد تكوين واحد ستة وعشرين وقال الله نعمل نعمل بسيغة الجمعة نعمل الإنسان على سورتنا كشبهنا وعلى سورة مين هل هنا إشارة إلى الله والملايكة نعمل الإنسان على سورتنا أنا وإنتم لا نص ما بيقولش كده ولا توجد أي إشارة إلى أن الله هنا يتحدث عن نفسه وعن الملايكة معا تكوين ثلاثة اثنين وعشرين آية أخرى وقال الرب الإله وذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر مين منا دول مع أنه واحد هو الله واحد لكن ليه هنا بيستخدم الله في أعلاناته هذه الصيغة كواحد منا تكوين 11 وعدد 7 قال الرب هلما ننزل ونبلبل هناك ألسنتهم لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لبعض أشعياء 6 وعدد 8 ثم سمعت صوت السيد الرب ده الرب هنا يعني أشعياء سمع صوت السيد الرب فالكلام اللي هيسمعه أشعياء هو كلام السيد الرب طب السيد الرب ده هو الواحد الذي ليس معه إله آخر قال إيه من أرسل ومن يذهب من أجلنا من أجل مين مش هو واحد من أجل مين ليه حطاها بسيغة الجامعة أنا أنا بقول أنه دي دي مجرد إشارات كان ربنا بيمهد لأنه الكتاب المؤدس كلنا عارفين أنه أعلانات الله هي أعلانات متدرجة بنسميها progressive revelation يعني إيه يعني الله لم يعلن كل شيء في وقت واحد لكن الله أعلن تدريجيا على مدار السنين حتى اكتمل الإعلان الإلهي في شخص المسيح الله بعدما كلم الآباء قديما بالأنبياء وبأنواع وترك كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه هناك كمال في الإعلان الإله في شخص المسيح لكن الله كان بيعلن تدريجيا وليست هنا ولا توجد هنا فكرة ناسخ ومنسوخ دي مش عندنا في كتاب معدس لما نقول الإعلان المتدرج ليس أن الله أعلن حاجة وبعدين رجع فيها لا 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 أصله ما تنسبش أصله وحشى أنا عندي حاجة أحسن ولا هو يعني قال لهم حاجة ونسخها بعد فترة ده مش إلهنا اللي بينسخ الناسخ والمنسوخ ده تدمر فكرة الألوهية أساسا تدمر فكرة الألوهية لكنها إعلان متدرج بناء زي ما أنت كده بتبني بيت تضع الأساسيات وبعدين تبدأ الدور الأولاني بكل تفاصيله والدور التاني بكل تفاصيله إلى أن يكتمل البناء ده فكرة الإعلان المتدرج في الإيمان المسيحي كويس طيب طبعا هناك عدة تفاصيل لصيغة الجامعة هذه صيغة الجامعة لنعمل تشير إلى الله والملائكة لا هذا التفسير طبعا غير مقبول هل هي تشير إلى كناية عن صيغة التعظيم أن الله يتكلم عن نفسه بصيغة التعظيم برضو ما فيش الأسلوب ده في اللغة العبرية لكن نعمل تشير إلى الله وكلمته وروحه الله وكلمته وروحه وهذا هو الثلوس الله بذاته ناطق بكلمته حي بروحه هو ده لإيمان المسيحي وليس إيمان بثلاثة أليها كما ادعى البعض وليس إيمان مقتبس من أساطير قديمة إزيس وأزريس وحورس لما هو بكل بساطة إيمان بالله الموجود بذاته الناطق بكلمته الحي بروحه وهل وجد الله في يوم من الأيام دون أن يوجد الكلمة وهل وجد الله في يوم من الأيام بدون روح فالكلمة أيضا أبدي والله روح دي طبيعته وده موجود في كلمة الله من أول ما نقرأ في سفر التكوين أول ما نقرأ في سفر التكوين بنقرأ أي يقول الكتاب المؤدس أن روح الله عنده عنده كلمة وله روح طب نقرأ في تكوين واحد يقول لنا في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه وقال الله ليكن نور فكان نور فبنجد هنا بنجد الله في البدء خلق الله وروح الله يرف على وجه المياه هذا الإله له روح وقال الله هذا الإله ناطق بكلمته من أول أصحاح في الكتاب المعدس دالتالوس أشرح لعذركم أكثر روح الله يمارس دور هام في عملية الخلق الخلق نسب إلى الله نسب إلى الإبن الكلمة نسب إلى أيضا الروح روح الله لم يكن مجرد روح أرسل من الله بل كان روح الله وليس روحا من الله الروح من ناحية أنه هو شخص الله إلا أنه مميز عن الله فهو يقوم بأعمال مميزة ومحددة عمل الروح القدس في العهد القديم يمكننا أن نصنفه في ثلاثة أمور في الخليقة نجد روح الله يرفع على وجه المياه في قيادة ورشاد شعب إسرائيل في حلوله على أشخاص معينين لعمل مهام معينة كان روح الله يحل على أشخاص معينين لمهام معينة كده يقولنا في سفر المزمير المزمير مزمول 33 وعدد 6 بكلمة الرب بكلمة الرب صنعة السموات وبنسمة فيه كل جندها نجد كلمة الله ونسمة فيه هي روح الله أرسل كلمة فشفاهم ونجاهم من كل تهلكاتهم كلمة الله بتشفي وتنجي من كل تهلكة أمثال تمانية بنجد أيضا كلام عن حكم الحكمة الرب قناني كلمة قناني يعني بوززمي يعني أنا عنده أنا موجود منذ الأزل مع الله نجد كلام كثير عن الحكمة وإنه زي بها صنعت سماوات والأرض منذ القديم منذ الأزل مسحت منذ البد منذ أوائل الأرض إذ لم يكن غمر أبدئت إذ لم يكن تكن ينبيع كثيرة كثيرة المياه من قبل أن تقرر الجبال قبل التلال أبدئت إذ لم يكن قد صنع الأرض يعني موجود حكمة الله منذ الأزل وحكمة الله هنا بنعرف خلال العهد الجديد أنها الكلمة يسوع المسيح الذي صار من الله حكمة وبر ملاك الرب أيضا في العهد القديم من هو ملاك الرب هذا من الذي يتكلم بهذا السلطان ملاك أدناي من هو في تكوين ستاشر لما يتكلم إلى هاجر ويقول بذاتي أقسمت ده مش ملاك في تكوين واحد وعشرين لما زهر إبراهيم وهو بيقدم ابنه إسحاق وقال له أيضا بذاتي أقسمت وباركك في تكوين 22 سوري وتكوين 31 وعندنا وعندنا خروج عن الله وزرها له الرب عند بلطات ممرى وهو جالس في باب الخيمة مين اللي زهر إبراهيم تكلم معاه وبركه وقال له سنة الجاية هتكون سارة عندها ابن مين ده الرب ده مين الرب اللي وقف قدام إبراهيم متشفعا من أجل سادوم وعمورة أجي هنا إلى نقطة مهمة طيب هتقول لي كل هذه الأشياء موجودة في العهد القديم بس شعب إسرائيل ما وصلش إلى الثلوس كعقيدة كما في الإيمان المسيحي أقولك لأن الإعلان لم يكن قد اكتمل بعد هتقول لي اشرح لي حاضر عندما جاء يسوع المسيح إلى عالمنا أين أشيل دي كده لما جاء يسوع المسيح إلى عالمنا ودخل إلى هذا العالم بطريقة معجزية وولد من مريم العذراء وعاش وتربى في الناصرة وفجأة بدأ العالم يرى ما لم يراه من قبل وبدأ العالم يسمع ما لم يقال من قبل شخص موجود وسطينة يضع يده على نعش ابن أرملة ويقول له قم فيقوم يذهب إلى قبر قد أنتن من فيه وتحللت جثته ويناجع عليه ويقوله العاذر هل أم خارجا فيقوم خارجا يأخذ خمس خبزات وسمكتين ومن يده يشبع الألاف ويفيد عنهم شخص ينتهر البحر والريح فالطبيعة التي لا يستطيع الإنسان أن يخضعها إلى يوم هذا فجأة يهدأ البحر وتسكن الريح شخص شخص يعلن عن نفسه إعلانات لا يمكن للإنسان أن يستوعبها وفي كل مرة كان يتحدث عن نفسه كان السؤال من هو هذا مين ده من الذي يقول أنه سيرسل ملائكته هو ده عنده ملائكة هي الملائكة بتاعت مين من الذي يستطيع أن يقول أيضا للخاطئ مغفورة لخطيهاك أليس أفران الخطايا هو عمل الله وحده من الذي يستطيع أن يلمس الأبرس دون أن يتنجس بل يشفي ويرد له جلده من جديد مين ده يقف يقول أنا هو خبز الحياة أنا هو نور العالم أنا هو الطريق والحق والحياة أنا هو الراعي الصالح أنا هو القيامة والحياة مين ده مين ده يقف يقول قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وأبوكم إبراهيم تحلل بأن يرى يومي فرع وفرح مين ده مين اللي يقدر يقول أنا والآب واحد أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل إيه الإعلانات دي اللي جابها عن نفسه إيه اللي بيقوله ده عن نفسه ما فيش حد عاش قبله الكده ولا حد جيه بعده الكده من اللي يقدر يقف يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثق لي الأحمال وأنا أريحكم هو مش كل الأنبياء بيدعو إلى الله إزاي ده يدعو إلى نفسه مين اللي يقدر يقول أنا والأب واحد ده غير كده بأي سلطان يعلم هذه التعليم المسيح هو الشخص الوحيد اللي تربى في اليهودية لكنه لم يستخدم أو لم يقتبس اقتباس واحد من معلم اليهود ولم ينادي بهذه التعليم لكنه وقف وقال قد سمعتم أنه قيل في النموس المعطى من الله لموسى وأما أنا فأقول لكم وكأنه سلطان مساوي مين ده هنا هنا مربض الفرس هنا زي نقول الوقفة اللي اللي لازم يقف قدامها كل إنسان تلاميذ المسيح كلهم يهود تلاميذ المسيح يؤمنون بالآيات اللي أنا قلتها لا يكن لك آلهة أخر أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوطا الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك طب مين ده مين ده إزاي إزاي نؤمن به دون أن نكون مشركين بالله لأنه ما قاله يسوع لا يمكن أن يكون كلمات إنسان وما فعله يسوع لا يمكن أن تكون أفعال إنسان وما ادعاه يسوع عن نفسه لا يمكن أن تكون ادعاءات إنسان وزي ما حطها قبل كده سي إس ليوس وقال لنا أمام إعلان يسوع عن نفسه لا يجد الإنسان أمامه إلا عدة اختيارات إما أن يكون يسوع كذاب كذاب لكن إذا إذا امتحنت هذا الإدعاء أو هذا الإفتراض في ضوء ما تعلمه عن يسوع من خلال الأنجيل لا يمكن أبدا إنك تصل إلى أن يسوع كذاب بل هو الصدق المتجسد والحق في كل كلماتي كان يقول الحق الحق أقول لكم أمش ممكن مخادع وأمام أيضا هذا الاحتمال لو احنا امتحنا قدام حياة يسوع كما أعلنت هلان الأنجيل لا يمكن أبدا أن نرى في يسوع أي زر تخداع الاحتمال التالت أن يكون فعلا حقيقة أنا والأب واحد حقيقة من رأاني فقد رأى الآب حقيقة الكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب حقيقة الله افتقدنا لكن لم يفتقدنا كما افتقد شعب في القديم لكن افتقدنا بأن أتى إلينا أرسل كلمته هو أرسلها في العهد القديم أرسل كلمته في العهد القديم فشفاهم لكنه أيضا أرسل كلمته في العهد الجديد فالكلمة صار جسدا وحل بيننا فكلمة الله تجسد كلمة الله كلمة الله تجسد الابن الوحيد الذي هو الذي أيضا سيأتي بعدما يصعد هو وسيمكس فينا ويذكرنا بكل ما قاله لنا يسوع وأنه يمجد يسوع في حياتنا وأنه يبني الكنيسة وأنه يؤسسها وأنه يعطي مواهب للمؤمنين وأنه يثبت المؤمنين ويمنحهم قوة ونعمة في القدمة تعرفني أن الله بذاته أرسل كلمته والروح القدس سكن في حياة المؤمنين وحياة الكنيسة فالثلوس ليس اختراع إنسان ولم يحاول التلاميذ اليهود اللي متربيين وعارفين جدا لا يكن لك آلهة أخرى أمامي ولا يمكن أبدا اليهودي إنه يشرك بالله أو ياخد شخص آخر جاني بالله حصل عنده نوع من النقل دون أن يكسر إيمانه فالله دون أن يكون ضميره مؤنبه إنه عمل غلط آمن بالمسيح أنه كلمة الله المتجسد وهذا ما نجده في الكتير المعدس فنقطة الإيمان أو اكتمال الإيمان بالثلوس هو عندما تجسد الكلمة عندما تجسد المسيح فلا يمكن أن يكون المسيح شخص ثاني إله آخر نحطه جنب الله لكن المسيح هو كلمة الله كلمة الله وهذا ما قاله لنا يحن الحبيب في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شئ هنا رجعني فين رجعني للخل وقال الله ليكن نور فكان نور بكلمة الرب خلقت السماوات وبنسمت فيه كل جندها ده اللي كتب الكلام ده يهودي يهودي أصيل وحدنية الله والإله الواحد أساس إيمانه لكن هنا اكتمل الإعلان في نوعية هذه الوحدة الوحدنية أنها وحدنية جامعة الله الله موجود بذاته ناطق بكلمته حي بروحه هذا هو الثلوس الذي يحاول المسلمون أن يشوهوه كما شوهه وأيضا كاتب القرآن لكن هذا هو الإله الحي الذي نعبده الإله القدوس الموجود بذاته الناطق بكلمته والحي بروحه إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون مع حضراتكم ترجمة نانسي قنقر